السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني من معلمين ومعلمات الماثل لجريد 2 وكمان أولياء الأمور والطلاب برحب بكم فيديو جديد وكالعادة لو انت أول مرة تشوفني اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك إشعارات بكمية دروس الترم التاني أول بأول وكمان المراجعات وبالنسبة للي دايما يسألوني ويقولوني إحنا مش عارفين نوصل للدروس اللي فاتت وعايزين الدروس من أول الترم وكمان في ناس بتسأل على دروس الترم الأول موجود قائمة تشغير ياضيات لغات الصف الثاني الابتدائي ترم تاني وموجود قائمة تشغير ياضيات لغات الصف الثاني الابتدائي المنهج الجديد ترم أول من خلال الضغط على قائمة التشغيل هتلاقي جواها كل الفيديوهات اللي اتشرحت ودايما أول فيديو ما ينزل جديد بدخله قائمة التشغيل طيب انا مش عارف اوصل لقائمة التشغيل ولسه جديد كل اللي علي ان انا انزل تحت شوية هلاقي اسم القناة ماث والشاماء سعيد والديسكريبشن اللي هو الوصف موجود فيه رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي تقدر تنتقل الدروس عن طريق الروابط دي كمان لو انت مفعل الجرس ومختار الكل هيوصلك اشعارات باي فيديو ينزل اول باول وعشان ما طولش على حضراتكم يلا بينا نشوف فيديو النهارده بيكلم عني موسيقى Our lesson today is lesson 77 Our key vocabulary today Decreasing Increasing Button Rule Decreasing معناها متناقص Increasing معناها متزايد وبattern معناها نمط وrule معناها قاعدة وطبعا اللي بيشوفني الاول مرة انا بحب اقول لحضراتكم ان انا باهتم جدا بالفوكابلز اللي موجودة في الدرس كل مرة علشان الاولاد يكون عندهم حصيلة لغوية تقدر تساعدهم ان هما يفهموا الدروس الجديدة بالنسبة لهم درس الباترنز ده اول مرة يعرفوا فيه كلمة رول قاعدة القاعدة اللي بنمشي عليها سواء كانت بلاس او ماينس بعمل ادشن بعمل سبتراكشن بيحصل عندي ديكريزنج تناقص ولا بيحصل عندي انكريزنج ده زايد وكلمة باترن نفسها اللي هي نمط كل ده لو هو فهمه كويس جدا هيقدر يحل بسهولة الآن للمطلوب من المطلوب من المطلوب دلوقتي ان هما يكتبوا على البورد بالشكل ده وبالترتيب ده علشان يدوا مساحة للاولاد ان هما يفكروا في الاسئلة اللي انا هقولها دلوقتي we have been working on patterns where we either add or subtract look at the pattern on the board what is the rule is it addition is it subtraction how do you know turn and talk to your shoulder partner التيتشر في الكلاس هيبدأ يقول للولاد انظروا للباترن اللي انا كاتبوا على البورد ده وحاولوا تكتشفوا الرول القعدة اللي ماشي بيها الباترن ده يطرى كانت addition جمع ولا subtraction طرح وعرفته ازاي وبعد كده بيطلب منهم ان هما يتحدثوا الى shoulder partner اللي هو الزمين المجاور ويشاركوا افكارهم مع بعض قبل ما يستقروا على الاجابة انها ايه هيبدأ يسمع منهم استجابتهم ويسمع لها باهتمام وبعد كده يقول لهم yes the pattern increase and decrease يعني الباتر بيزيد وبينقص مرة زاد ومرة حصل له تناقص when it increase we are adding when it decrease we are subtracting how much does it increase each time raise your hand when you know بيقولهم لما الباترن ده بيزيد بنكون بنعمل عملية adding جمع لما بيحصل له تناقص بنكون بنعمل عملية subtracting طرح وبيسألهم بيقولهم بناء على الباترن اللي موجود قدامكم how much does it increase each time يا ترى المرة اللي كان بيحصل فيها increase كان بيحصل increase بمقدار كام؟ طبعا الاولاد هيركزوا ما بين 34 و38 هيعرفوا ان حصل زيادة بمقدار 4 when the number increase they increase by 4 each time so the addition rule is plus 4 كده انا قدرت احدد الجزء الخاص بالaddition او the increasing اللي هو plus 4 اللي بيحصل عندي في المرة اللي بيحصل فيها تزايد بنضيف 4 طيب الجزء الخاص بالsubtraction كان ايه؟ كان minus 2 اللي عرفني 38 بقى 36 حصل لها decrease بمقدار 2 يعني minus 2 فبالتالي ده كان الشكل الاولاني عندي اللي انا قدرت احدد عملية الزيادة اللي هي plus 4 لكن محتاج اركز اكتر علشان اتأكد ان عملية النقصان اللي عندي هي minus 2 38 لما نقص 2 بقى 36 وال40 لما نقص 2 بقى 38 how much does the button decrease when the number go down? raise your hand when you know يعني العدد لما بينقص بينقص بمقدار كام لو انت عارف ارفع ايدك طبعا هسمع اجابتهم لازم مهم جدا اسمع هما بيفكروا ازاي علشان لو في حاجة ملحة محتاجة مني اصحح حال وطريقة بيستخدمها غلط لازم اتدخل في الوقت المناسب draw arrows and write minus 2 between each decreasing number in the pattern يعني هنرسم كمان اسهم زي دي ونكتب minus 2 ده اللي بيحصل ان انا اول مرة بعمل plus 4 المرة اللي بعدها minus 2 المرة اللي بعدها plus 4 والمرة اللي بعدها minus 2 yes write the following number pattern on the board هو هده الباترن اللي المفروض اللي teacher كان كتبه على البورد وده الشكل اللي احنا طبقنا به الباترن لما بدأنا بال34 34 plus 4 equals 38 38 minus 2 equals 36 36 plus 4 equals 40 40 minus 2 equals 38 so the rule is plus 4 minus 2 يعني بزود مرة 4 والمرة اللي بعدها على طول minus 2 now we know buttons can have more than one rule ممكن جدا ان الباترن يكون فيه اكتر من رول واحدة الباترن اللي موجود عندنا ده فيه two rules فيه قاعدتين قاعدة فيها adding وقاعدة فيها subtracting مرة بزود ومرة بنقص open your mathematics student book to page lesson 77 to apply يعني مطلوب بقى ان teacher يقول للولاد افتحوا كتاب الطالب بتاعكو على البيج اللي موجود فيها lesson 77 علشان نطبق على الكلام ده ونتضرب اكتر find page lesson 77 apply in the student book ده شكل البيج اللي موجودة في ال student book ده شكلها بالضبط بالنسبة لأولياء الامور اللي متابعيني وبيركزوا معايا وطبعا للسؤال المتكرر اللي موجود في ال comments انت بتشرح من كتاب ايه انا يا جماعة بشرح من كتاب ال student book اللي هو كتاب الطالب اللي استلم الطلاب وكتاب دليل المعلم ما بستخدمش اي كتاب خارجي في الشرح لان انا شايفة ان الاتنين دول كفاية جدا ان احنا ما نعملش عملية تشعب تتوه الولاد ولو كان في extra exercises تدريبات اكتر محتاجينها انا بعمل مراجعات على كل وحدة بتكون شاملة لكل الافكار باذن الله اللي وردت داخل الوحدة ولو انت حابب تشوف مراجعة الوحدة الاولى هترجع للينك مراجعة الوحدة الاولى هتلاقي كل افكار الاسئلة والدروس اللي جات في الوحدة الاولى انا جمعتها كلها في المراجعة دي وشرحتها وده اللي هيتعمل باذن الله باذن الله في نهاية الاسبوع ده لمراجع على شابتر تو الوحدة التانية وبيكون فيها exercises كتير تقدر تتطرب الولاد اما عملية ان انا اعمل تشعب كتير واسئلة رايحة واسئلة جاية وتدريبات ممكن تكون ملهاش علاقة بالمحتوى الجديد وهي تدريبات محتوى قديم لا خلينا نركز اكتر على المفاهيم اللي موجودة عندهم الترمدر create a number button using the rule plus 5 minus 1 starting at the number 34 remember that means you add 5 to the first number to get the second number subtract 1 from the second number to get the third number add 5 to the third number to get the fourth number and subtract 1 from the fourth number to get the fifth number write your pattern at the top of the page when you are finished compare your work with your shorter partner's work يعني ايه الكلام العظيم ده كله؟ يعني بيقوله انت دلوقتي هتنشئ البترن الخاص بك والبترن ده هيكون القاعدة بتاعته plus 5 minus 1 يعني مرة هنزود 5 والمرة اللي بعدها على طول هنعمل minus 1 subtract 1 طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنبدأ من number 34 وأول ما ابدأ من 34 هنعمل plus 5 كده هنجيب second number اللي هو العدد التاني العدد التاني ده هنعمل منه subtract 1 يعني minus 1 هيديني third number اللي هو العدد التالت third number ده هنعمله plus 5 هنجيب force number العدد الرابع force number اللي نعمله minus 1 هنجيب fifth number اللي هو العدد الخامس وبكده بقى احنا خلصنا البترن يلا بينا نشوف هنعمل كده ازاي؟ add rule قدامي اهي plus 5 minus 1 واده النمبر اللي هنبدأ بالبترن اللي هو 34 اول حاجة عندي plus 5 يبقى 34 plus 5 equals 39 well done اللي بعدها مباشرة minus 1 يعني 39 minus 1 equals 38 well done after that add 5 38 plus 5 equals 43 after that subtract 1 43 minus 1 equals 42 كده انا طبقت الرول بالضبط الرول عندي كانت plus 5 minus 1 انا عملته plus 5 minus 1 plus 5 minus 1 اول مرة زودنا 5 جبنا العدد التاني طرحنا 1 جبنا التالت زودنا 5 جبنا الرابع طرحنا 1 جبنا الخامس 5 great work my dears sometimes number button have a rule that requires us to add and subtract in the same button just like this now let's create our own number buttons and rules you will design your own button rule first your rule may include adding subtracting or both then decide on a starting number finally complete your number button with your rule to 5 places be sure to write your rule and your number button in your student book الكلام العظيم ده كله طبعا كان supported للولاد وتشجيع لهم ان هما قدروا يكملوا النمط المفترض موجود فيه عمليتان عملية addition وعملية subtraction وبيأكد عليهم ان الرول مش لازم يكون دايما addition ومش لازم يكون دايما subtraction ممكن جدا يكون عندي pattern ماشي على رول فيها addition وفيها subtraction وبيقولهم انتوا هتصمموا الرول الخاصة بيكو دلوقتي انتوا اللي هتحددوا الرول وانتوا اللي هتحددوا ال starting number وانتوا اللي هتعملوا البتن بس يركزوا ان انتوا تعملوا البتن يكون فيه 5 places يعني 5 اماكن او 5 اعداد وهيبدأوا يكتبوا ده في ال student book ده شكل البيج اللي موجودة في ال student book مكتوب فيها when your teacher tells you create your own number button and rule لما التيتشر يطلب منك بتبدأ تصمم البتن الخاص بيك والرول الخاصة بيك في مجموعة من اللي students قالوا احنا هنبدأ بالرول plus 3 minus 1 اوكي which number will you start with هتبدأوا البتن بعدد ايه احلو هنبدأ باللي 20 great so at first we will add 3 then we will subtract 1 20 plus 3 equals 23 23 minus 1 equals 22 22 plus 3 equals 25 25 25 minus 1 equals 24 great work المجموعة دي حددت البتن بشكل رائع جدا لانه هم حددوا الرول اللي هيمشوا عليها ومشيوا عليها مظبوط اول حاجة كانوا قايلين كل مرة هيعمله والمرة اللي بعدها plus 3 minus 1 ويحددوا النمبر اللي هيبدأوا بيه اللي هو 20 فقالوا 20 plus 3 23 minus 1 22 plus 3 25 minus 1 24 مشيوا عليها مظبوط وكان فيه decreasing وincreasing بشكل محدد ورائع فطبعا bravo عليكم نشوف another group another group of students choose a rule plus 10 minus 3 اختاروا الرول انه هم هتزودوا 10 ويعملوا subtract 3 بعد كده they will start with number 30 هيبدأ البطل نب 30 30 plus 10 equals 40 40 minus 3 equals 37 37 plus 10 equals 47 47 minus 3 equals اكسلم 44 another group choose a rule plus 8 minus 5 they will start with number 12 مجموعة جديدة من الطلاب هيستخدموا الرون بلاس 8 ومينس 5 يعني هيزودوا 8 ويترحوا 5 وهيبدأوا بالنumber 12 أوكي ما فيش مشكلة 12 بلاس 8 equals 20 20 minus 5 equals 15 15 بلاس 8 equals 23 23 minus 5 equals 18 طبعا العمل اللي هم قاموا بيه ده عمل رائع جدا محتاج مني تشجيع مفضلش اقول لهم يا واتكلم قدامهم وايه الدرس الصعب ده والولاد بتدرس الحاجات ده ليه وبندوقهم ليه بالعكس يا جماعة الموضوع ده جاست جام بالنسبة للولاد لعبة لو انا جبت كروت كده وكتبت عليها القرقم وقلت لهم تعالوا نلعب زي ما بنلعب الكوتشينة نعلعب لعبة البترن والرول بتاعتنا واحد في القاعدة كده بتاعت اللعبة هو اللي حط الرول يقول للرول بتاعتنا هنعمل plus 10 minus 3 ونلعب حتى كأسرة كلنا مع بعض ونخلي الولاد حاسين ان هما انتصروا فازوا لما عملوا الرول مزبوطة ونكون مجهزين الاعداد على الكروت ونبدأ نلعبها زي ما بنلعب الكوتشينة بالظبط نزود مرة كذا ونطرح مرة كذا ونطلع الناتج الموضوع بيكون فن وبيكون جميل وبيكون بسيط بالنسبة للولاد ما تصعبهاش عليهم لازم طبعا في النهاية نقول لهم thank you for being so creative with your number patterns انا بشكركم ان انتوا كنتوا مبدعين so creative كنتوا مبدعين وانتوا بتصمموا البترنز الخاصة بيكم والرولز الخاصة بيكم برافو عليكم طبعا دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة مستنياكم في حلقة جديدة ومجموعة دروس جديدة لحد ما نكمل الترم انا عارفة ان انا بقرأ في التعليقات كتير دروس بعينها مطلوبة على فكرة ببشركم ان الدروس دي هتنزل بكرة ان شاء الله الدروس هتنزل بكرة 78, 79 و 80 التلات دروس دول بعون الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هينزلوا بكرة وهنختم بيهم الشابتر وفي نهاية الاسبوع هنعمل مراجعة على الشابتر 2 اللي هي الوحدة التانية ونبدأ على طول تسجيل شابتر 3 ان شاء الله اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك للفيديو لي يا جماعة ما بتكتبوش تعليقات انا التعليقات بتشجعني جدا ان انا كمل مستنية تعليقاتكم مستنية شير للفيديو وشير للقناة وكمان اللي مشتركش ينزل يشترك دلوقتي حالا في القناة ويضغط على الجرس اللي جنب الاشتراك ويختار منه الكل علشان توصلوا كل اشعارات بكل الدروس اللي بتنزل اول باول سواء كانت math او discover لأي مرحلة من المراحل التعليمية اشوفكم على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته